السلام عليكم المتتبعين دياولي المتتبعين هذي نهار تبعوني احتر الاخر هذي ندير كعب غزال عندي هنا يانس كيلو دلوز قشرناه ونشفناه في الماء باش نطحنوه غادي نطحنوها الطحنة اللولة ونطحنة تكون مزيانة تطحن مزيان متخليوش اللوز يعجب له الطحن بزيان باش كي تجي كعب غزال لي اللوز وينا غادي نطحنوها الطحنة اللولة غادي نزيدو مع السكور غادي نزيدو مع السكور جوج كيسان دلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اصنعه ونزيده 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 واحده انا راني كندير هاد العجينان تاع كعب غزل ما كندير هاش بالزبدة ولا بشي حاجة كندير هاف هاد كريما انا هاد نسكيلو نتعلو صغير غير هال العلمات الصغيرة غتجي هادك هو مع العجينة نتعلو غدين نديروا واحد مع القادة الزبدة مع هاد دقيق صافي غان تتحنو غير بما اغان عجنوف تسمحوا لي قلكم تتحنو غان نتجمعو ذاك دقيق غير ما هاد كريما وذاك المعيل قادة الزبدة هي را كتخرج حسن منتع الزبدة وما ظهار و جربوها وتشوفوش هاد تخرج لكم زينة كتخرجها شي شي في الفم منتج جمعو هاد هاد كريما انت طارتا دقيق لحساب الخالط دقيق لحسابكم انتو ما جمعو هاد ما تخليو هاش جارية بززف وما تخليو هاش قاسحة يزع ما تبقوا تديرو زيو 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 دقيق هنشدو ها هكي حتى نجمعو مع ذاك كريما هذاك الدقيق هيا دا بلعجينة نتعكي عزل راح نجمعناها اشتقاس حا نديرو هاش مرخيه دا بغا نغطيوها ونخليوها حتى نوجدو ذاك اللوز حتى نطحنوه ونشوفو لرقناها جارية بززف ونزيدو لها شوية دقيق ايه هذه زلافة ايه ايه الذاتني زلافة ونزيدوها لم اتتلقا لواس ولهما لقد اختتوها مرخوفة بززف ونشدوها شوية دقيق وأقتللكم ازوينا ليا اشربها قريبك انتعدا لها لقد قسمناها لغطيوها نخليو بحتان ونشدو المكادر ليننعوني هاي اللوز هاية هذا اللوز سوف نعود مع السكوار و قمنا بإمكانه جوج كيسان من العلبة السكوار من السكوار من السكوار إذا لا تريد الحلوة نقصه إذا لا تريد الحلوة نقصه جوج كيسان من السكوار من السكوار جمعوا العقدة للوز سوف نقصه القرفة سوف نسمع السكوار سوف نقصه سوف نقصه السكوار نجمعها بزبدة ومازهر سوف تجمعها بزبدة ومازهر سوف تجمعها بزبدة ومازهر سوف نجمعها بزبدة ومازهر سوف نحرب لها سوف نحرب لها سوف نحرب لها كامل سوف نصدرها من سوف نقوم بزبدة ومازهر سوف تصدرها ونزرها بزبدة ورنة سوف نستخدمها لن تبسح من حرارة ده بغا نبدأ معاكم نبدأ معاكم هذه الطريقة سهلة ندرها نرقي قلع جيناد بكعب غزال باش مين تاكلوها ما تلقوش الخبز يا بس بحاد الخبز هذا الجيناد يلوره كجي واعره ده بغا ننهزه ونحطه ده بغا ننهزه ده بغا ننهزه ده بغا ننهزه ده بغا ننهزه الزرارة ونقطعوه. شوف هكي خرجت. وغضي نجيبو المنقاش وغضي نقشوها. هاتبالكو. نقشوها بالعجينة ونقشوها بشكل جيد. هنعود معكم واحدة اخرى. هنغر هذه العجينة كنظرها رقيقة. هنغر هذه العجينة. 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 اضرب لها واحدة واحدة من الداخل اضرب لها ونضرب لها اضرب لها يجب أن يكون مصرحاً يجب أن يكون مصرحاً يجب أن يكون مصرحاً نضيف معكم أحد أخرى أكبر لكي نتوقف المصرح اشترككم الفيديو اشتركوا في القناة 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 ز اشتركوا في القناة 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 الان فق氣 يسبب hare قوالاته خبتها الان يمكنون ا tambah يدبرا كعب غزل نحن سريناه نقشناه 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 هذا هو مدرناه عادي نقشناه شوية مع الطرف نقشناه 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 مع الطرف نقشناه عادي هذا هو كعب غزل سريناه اتمنى ان شاء الله يعجبكم اذا اعجبكم لا تنسوا الاشتراك وما تنسوش اللايك وصفتيه لاصديقاتي لكم والسلام عليكم حتى الفيديو المجيء ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة